خمسة أمور عليك تطبيقها للتواصل الفعال على لينكتين كتب خالد الأحمد يقرأه أحمد أحمد في الواقع 90% من مستخدمي لينكتين لا يعرفون كيفية التواصل بشكل صحيح قد يبدو لك بناء شبكة علاقات على لينكتين أمراً بالغ الصعوبة لكنه في الواقع ليس صعباً كما يبدو بعد هذا المقال ستصبح أفضل من 90% في التواصل مع عملائك وبناء علاقاتك أولاً ركز على المنفعة المتبادلة مستخدموا لينكتين يرتكبون أفضع خطأ يمنعهم من كسب المزيد من العلاقات والعملاء حين يتحدثون كثيراً عن أنفسهم كأن كل حسابهم يدور حولهم في حين أن لينكتين لا يدور حولك بل حول ما تقدمه لمتابعيك حول مشاكلهم وتحدياتهم والحلول التي يوفرها محتواك لهم ثانياً جودة جمهورك أهم من الكمية قل لي ما هو الخيار الذي تفضله شبكة علاقات من مئة مدير تنفيذي أم شبكة من عشرة آلاف طالب ومتدرب لا تركز فقط على زيادة جمهورك فجودة شبكتك مهمة أكثر بل خذ بعض الوقت للبحث عن العملاء المحتملين وفهم خلفيتهم واهتماماتهم سيساعدك هذا على بناء علاقة وكتابة رسالة تواصل وفقاً احتياجاتهم واهتماماتهم الخاصة لتظهر أنك مهتم حقاً بالتواصل معهم وبأنك تقدر وقتهم وتهتم بما يفعلونه اختر يدوياً قائمة من الأفراد الذين تريد حقاً بناء علاقة معهم من خلال البحث بالمسمى الوظيفي أو الشركة أو المهارة والمنصب والخلفية الأكاديمية استثمر الوقت في التفاعل مع هذه القائمة من خلال الانخراط في التعليق على منشوراتهم والإعجاب بها لتكون ضمن الرادار اكتب رسالة طلب اتصال موجزة وأضف ملاحظة جميلة مع ذكر إحدى المنشورات التي أعجبتك ثالثاً أضف طابعاً شخصياً على رسالة طلب الاتصال أحد أكبر الأخطاء التي قد ترتكبها هو استخدام رسالة عامة باهتة تبعثها لكل من تريد التواصل معه لكن يمكن أن يؤدي تخصيص رسالتك وإضافة لمسة شخصية إلى إحداث فرق كبير في قبول طلبك للتواصل خاطبهم بأسمائهم واذكر اهتماماً مشتركاً أو إنجازاً أعجبك أو مقالة أثارت انتباهك ووضح سبب تواصلك معهم رابعاً لا تبع شيئاً للوهلة الأولى لا ترتكب هذا الخطأ أسهل طريقة تجعل الآخر يتجاهلك هي الدخول مباشرة في البيع لينكدين ليس سوقاً مفتوحاً حيث يمكنك بيع منتجاتك أو خدماتك دون بناء أي علاقة مع عميلك خامساً كن انتقائياً في اختيار من ترسل إليه طلبات الاتصال أخيراً كن انتقائياً في اختيار علاقاتك ومن ترسل إليهم طلبات الاتصال ركز على الاتصال مع الأشخاص الذين تتشارك معهم نفس المجال أو الصنعة أو الرؤية والأهداف والذين من المحتمل أن يستفيدوا من خبرتك ويطلبوا خدماتك حدد الأشخاص الذين من المحتمل أن يستفيدوا من خبرتك والذين يمكنك التعلم منهم لأن طلبات الاتصال الانتقائية يمكن أن تساعدك على بناء شبكة قوية مع الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتك في تحقيق أهدافك ملاحظة، في بداياتك على لينكدين لا مشكلة أن تقبل طلبات المتابعين من أي مجال حتى تصل إلى عشرة آلاف متابع بعد ذلك كن انتقائياً قدر ما استطاعت استمعتم إلى خمسة أمور عليك تطبيقها للتواصل الفعال على لينكدين بقلم خالد الأحمد قرأه عليكم أحمد أحمد ترجمة نانسي قنقر